بداية ترأس اليوم سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأهل للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة مشروع بيان سياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الوقاية من الفساد ومكفحته وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات والمنصة الرقمية للمستثمر في المستهل رحب سيد الرئيس بالوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم ليمنح بعدها الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين مسديا أوامره وتوجهاته بخصوص مشروع بيان السياسة العامة التشديد على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدراتها المالية بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة وترشيد النفقات الحكومية فضلا عن التزام الدولة المستمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما أكد السيد الرئيس وبهذه المناسبة على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة في كل المجالات باستثناء الدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية كونها مجالات وتحفظ